بعد قضائه ثلاثة أشهر بين جدرانه اليوم صباحا يخرج الإمام أبو علي من السجن بعد قضائه ثلاثة أشهر بين جدرانه اليوم الأربعاء الرابع العشرين من نوانبير سيخرج الإمام سعيد أبو علي صباحا من سجن العرجات دواحي مدينة سلا وكان الإمام أبو علي اعتقل أواخر شهر غشتن الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق عندما قصده لأجل تقديم مظلمته بعدما أعفي من مهامه وهو الذي كان إمام مسجد الرحمة ومدير المدرسة العتيق الرحمة بأكرفط ضواحي مدينة قلميم وقدم لنيابة العامة بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة وتصوير شخصية عمومية ما من شأنه تعرضها للخطر وهي التهم التي حكم لأجلها ابتدائيا بسنتين سجنا وعشرة آلاف درهم غرامة مالية وبعد الضغط الكبير الشعبي والحقوقي إذ كانت قضيته تحولت لقضية رأي عام باعتبار أن سجنه ومحاكمته رجعت بالأساس إلى نضاله من أجل تحسين ظروف أسرة المساجد خففت محكومته إلى ثلاثة أشهر وألفين درهم استئنافيا يذكر أن الإمام سعيد أبو علي اشتهر بنضاله داخل صفوف الأئمة والقيم الدينيين وتنصيقية الأئمة المجزين ما تسبب له بالتوقف من مهامه بعد 22 سنة من الاشتغال إماما وقيما دينيا ثم مديرا لمدرسة عتيقة تعتبر نموذجا ناجحا